السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم اليوم راح احجي على أنزايمن هبيتر راح ابدي بالأدوية اللي تنتهي بأزول آز أنزايمن هبيتر فخليكم ويانا لا 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 وين رايح تعال شوية راح اطلع لكم موضوع بس راح ارجع ان شاء الله راح اقول لكم قصة صارت لي شنت بفجي مثل الأقسام الداخلية كان ويايا ولد سوداني هذا كان يحب النوم طبعا كل يوم مثلا الصبح واحد يقعد منه كد على امود عنده امل جديد على امود يقرأ على امود يحسن من نفسه شوية فشنت مثلا اقعد اشعله الضوة هو يقول لي مالك يا زول كده هو الزول مني ما يقدرش ينام كويس فكانت هاي كلمة زول بالنسبة لي دائما سوي لي انهيباشن والظاهر مثل ما كانت الزول اللي ها وقع انهيباشن اللي ها كانت كل يوم تقريبا سوي لي انهيباشن نفس الشي الادوية اللي نهايتها زول اغلبها هي عبارة عن انزيم انهيباتر الدراج اول شي الترايميثيبريم وسلفاميثكسوزول السلفاميثكسوزول هو سيلكتف انهيباتر اوف سيو اي بي تو سي ناين تو سي ايت اند تو سي ناين هاذا شنو هاذا 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 رسبونسو بورفول ميتابولزوم اوف اميدورون وبالتالي اذا واحد اخذ سلفاميثكسوزول وما اخذوا ياكردورون او اميدورون رح يصير عنده مثلا براديكارديا رح يصير عنده الدوه الثاني هو الامبرازول طبعا هواي سامعين على دراج انتراكشن ما بين الامبرازول وكلوب الدقريل بس هو برودراج يصير الاكتبياشن بالجسم بالليبر على المود يصير اكتف فاذا واحد اخذ انزايم انهيباتر مثل الامبرازول رح يصير لانهيباتر للميتابولزوم ويبقى على حالته كبرودراج اكتف فلوكنزول فلوكنزول هماتين يسوي انهيباتر نفس الانزايم وبالتالي هو عبارة عن شنو سوي انهيباتر للثنين سي ناينتين وبالتالي رح يسوي يبقي الكلوب الدقريل ان اكتف طبعا هواي تداخلات دائية هاي قائمة قدامكم تحتوي على بعض التداخلات دائية للامبرازول او الفلوكنزول والانزوبرازول اللي تأثر على 2019 زين الدول اللي بعدها هو الميترونيدازول الميترونيدازول على رغم اياني دا احجي على كل دوا و موضوع ثاني ادوية مفصلة زين بس كلها تنتهي بازول طبعا الازول هي استراكتر يعني ك ازول رينج بس حتى باساميهن هذا اللي بي ازول انزايم انهيباتر طبعا مو كلهم الاغلبية الميترونيدازول هو انزايم انهيباتر ل CYP2C9 وبالتالي وهذا الانزيم هو المسؤول عن الميتابلزم بعض الادوية منها الوارفارين وبالتالي راح يزيد الوارفارين بالجسم والكيتاكنازول الوارفارين و فلوكانازول الاماتين انزايم انهيباتر الوارفارين 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 يسوي مثلا انهيباتر عدة ادوية مثل اوتورفستاتين وهي هذه الصورة تحتوي على كل الانزايم انهيباتر و امثلة بسيطة عنها اتمنى ان تعجبكم و شكرا جزيلا ياريت كتبولي بالتعليقات عن ادوية اللي سامعين بها نهايتها ازول وهي انزايم انهيباتر او نهايتها ازول وهي مو انزايم انهيباتر و شكرا جزيلا